بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ الله يحسن لكم شاهد أخذنا ثمرت بداية أهمية علم الفرائض وأنها من علم الشرعي لأنه ممكن يسألك سائل يقول لماذا ندرس الفرائض؟ تقول إيصال الأموال إلى مستحقية إلى أهلها وفصل بين الخصوم المشاكل في العوائل أكثرها ومنقبة يعني صحيح حيث يقول الفردي شيخ عبد الله الفردي ما شاء الله إن شاء الله نهاية الحلقة نشوف بإذن الله الله يحسن لكم شاهد ثم أخذنا أسباب الإرث أسباب الإرث ما هي؟ أسباب إرث ثلاثة النكاح والولاء والنسب نكاح عقد الزوجية الصحيح يرث به الزوج والزوجة فأكثر إذا ماتها الزوج والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه والقرابة أصول وفروع وحواشي فروع وأصول وحواشي تمامة وموانع الإرث ثلاثة كنا ثلاثة القتل الرق والقتل والاختلاف تمامة وغيره ثم أخذنا أصحاب الفروض المتفق عليها الفروض المتفق عليها كم؟ ستة وقلنا نعدها كذا نعم نبدأ بالنصف نصف ثم الربع ربع ثم الثمن والثمن ثم يقابل النصف الثلثان الثلث والثلث والسدس والسدس وأصول المتفق عليها سبعة وهي سبعة أثنين أفضل شيء هذا قلت يا شيخ هذا ضبط ضبط حتى لو ما تذكر السبعة تنسى واحد منهم ما في مشكلة لا تذكر بالوقت أركان الصلاة أربعة عشر ضبط هذا يا شيخ نعم أثنين والثلاثة أربعة و أربعة ستة ثمانية و 12 و 24 تمام و غيره وذكرنا صحاب الوالي ثون من الرجال ذكرنا الوالي ثون من الرجال وهم خمسة عشر على التفصيل خمسة عشر الإبن ابن وإبن وإبن وإن نزل تمام وهو الأب والجد لهو إن علا وهو إن علا ذكرنا الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم والأخ الأخ 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 أبي في الحلقة الثالثة طيب يا الله النساء لا بد أن تكون الفرائض ممتعة يعني هكذا أنت وأصحابك سهرانين أو رايحين والي جايين قل يا أخي أعطينا الفرائض المقدرة نعم استفيد من وقتك النساء الوقت النساء عشرة البنت وبنت الإبن ثم الأم والجدة لأم والجدة لأب ثم الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم ثم الزوجة والمعتقة ما شاء الله ثم ذكرنا يا شيخ الله حسيني إليكم أصحاب النصف وأصحاب الربع والثمن أصحاب النصف كم خمسة خمسة مفردين وهم الزوج والبنت والبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب كذا الترتيب تمام وهم نفسهم أصحاب الثلثان بدون الزوج إذا إذا صاروا أكثر من الأشخة إذا صاروا جمع والجمع عند الفرضيين إثنان فأكثر تمام شوف يا أخي أنت هنا عند الفرضيين لا تدخل في علماء النحو وتقول عندهم الجمع ثلاثة ما نعلاق إحنا عندنا هنا تكون على ما نريد أبشر تمام فالجمع عندنا إثنان فأكثر أصحاب الثلثين هم أصحاب الثلثين البنت البنات البنات وبنات الأمن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب وأخوات الأب نجي إلي الربع غرفة الزوجية وما يجتمعان الزوج أو الزوجة الزوجة فأكثر والثمن الزمن نقولنا الآرامن الزوجة فأكثر عند وجود فرع وارث خلاص وأصحاب الثلث الأم والجمع من الإخ والأم وأصحاب السد السبع الأب والأم والجد والجدة وبنت الإبن فأكثر والأخت لأب فأكثر وولد الأم أخ أو أخت لأم منفرد وأيضا أخذنا مفصلنا في مسائل للزوج وطبقنا علىها متى يأخذ الزوج النصف قلنا إذا لم يكن هناك فرع عدم الفرع الوارث ما هو الفرع الوارث ابن أو ابن ابن أو ابن 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 بنت ابن 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 وابن ابن 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 وبنت ابن وبنت ابن تمام وأخذنا أيضا أن هذا العلم نقسمه لك مقسم نبدأ بإيش الفرائض لماذا لأنه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وممكن يبقى شيء للعاصر وممكن يبقى ففرض والتعصيب والفرض ستة فروق والتعصيب سيأتي معنا نوع التعصيب ثلاثة تمام وقلنا الآيات والأحاديث ممكن نختصرها في حديث وثلاثة آيات فالكل اختصارات الآن هي نعم فنبغى نسهل عليك الشيء الله سهل هذا وإحنا مسهلين حديث وثلاثة آيات حديث واحد الحق الفرائضة بأهلها وثلاثة آيات الثلاثة في سورة سورة النساء النساء في بدايتها آيتين آيتين وآخرها آية آية واحد شفت سهل سهل لشيء وجدول الضرب الثنين والثلاثة والأرض تمام والأمور المترتبة بعين التركة كيف ترتب؟ ترتب في كلمة تدوم تدوم التا التا متعلقة بتكفين الميت تجهيزة تجهيزة والدال والدال ديون والديون قلنا تنقسم إلى قسمين لله وللآدمي وللآدمي قسمين معلقة ومرسل ما نفصل في هذا لأنه ما عملنا هذا بعدين ممكن يأتي في المستوى الثاني فهمت الشيخ؟ طيب والثالث الواو الوصية وصية بالثورة الثاقل لغير وارث غير وارث تمام والميم الميرا عملنا هذا آخر الشيء تمام وين وصلنا؟ وصلنا إلى أصحاب لا أريد أن تشوف الكتاب أريد أن تشوف الشيخ قال علمك إذا أردت أن تعرف علمك هو الذي ترى في الضلاء أما هذا علم التاب حق ما يصلح وبعضهم يقول هو الذي يدخل معك للحمى بس أفضل الأول اللي ترى في الضلاء هذا علمك وقال يعني الشيخ عليه السلام قال أنا جنتي في صدر فهذا الأصل نضبط وقلنا خاصة هذا العلم يضبط بإذن الله بأمرين الأول الحفظ حفظ ضبط أصحاب الفروض والوارثين وكلا والثاني التاني تمام تمام أخذنا الزوج بعد الزوجة تأتي البنت البنت تمام قال البنت تأخذ النصف عند عدم المعصب من يعصبها؟ قال ابن يعصبها إيش؟ ابن فأكثر تمام وعدم المماثل من يماثلها؟ بنت لا تقول أختها ما نريد قرابة بين الورثة القرابة إيه لغي يقول قرابة إلا القرابة لمن؟ بالميت بالميت مفهوم؟ فهم كان يقول يقول هذه أم أم من؟ يقول أمي نحن ما نريد القرابة لك يا شيخ صح أو لا؟ نريد القرابة لمن؟ للميت طلعت زوجة بعدين فهمت يا أخي؟ نعم أي نعم فالبنت تأخذ النص بشرطين عدم المعصب وعدم المماثل يعصبها ابن ويماثلها بنت أخرى وانتهي تمام تجينا مسألة فيها بنت كما قلنا على السطر ها؟ وابن ابن تمام سطرنا ورتبنا البنت تأخذ النصف عند عدم المعصب فيه ابن؟ لا ركز معي هذا ما هو ابن هذا ابن ابن ما وجدنا ابن تمام فيه بنت أخرى؟ لا تمام إذا ماذا تأخذ البنت؟ تأخذ النصف النصف وابن الابن الباقي المسألة من؟ اثنين واحد واحد والباقي واحد مفهوم؟ تمام جاءت هنا مسألة أخرى فيها بنت وابن أها هل تأخذ النصف؟ لا اختل شرط هذه مسألة إذا جات بنت مع الابن ما أخذت النصف هنا ايش تأخذ؟ قال نعطي الذكر مثل حظ الأنثين يا أخي اسمع انت عندك الله يحفظ أولادك عندك بنت وابن ونبتبع تعطيهم مصروف الذكر ريالين والبنت ريال المجموع ثلاثة بس اعتبر أنك قاعد تعطيهم ايش؟ مصروح للذكر مثل حظ الأنثين لكن هنا ما في صاحب فرض فنعطيهم على عدد الرؤوس مفهوم يا أخي؟ لو عندنا بنت وأربع أبناء يلا اعطيهم ريال ريالين ما تجيش كيف؟ اعطيهم ريال ريالين البنت ريال وكل ابن ريالين كم المجموع؟ يجي ثمان ريال للأبناء وريال للبنت المجموع تسعة هذه ما هو من أصول المسألة المتفق عليها؟ لماذا اللي نعطيناهم على حسب؟ الرؤوس الرؤوس لو في فرض لا يمكن تخرج المسألة عن أصول المسألة المتفق عليها لكن هنا سنعطي على عدد الرؤوس فهنا كم رؤوسهم؟ هنا ثلاثة ثلاثة البنت واحد والابن اثنين بنت وقلنا كم ابن؟ ما شاء الله مسألتك اللي أعطيناك أربع أربع إيش؟ أربع ابناء أبناء واحد وهنا ثمانية المجموع تسعة على عدد الرؤوس فهمت يا أخي؟ مرة أخرى تأخذ البنت النصف عند عدم العدم المعصب وعدم المشاكل من يعصبها؟ ابن ومن يماثلها؟ بنت ابن أخرى بنت أخرى إذا توفرت الشروط أعطيها نصف ما توفرت الشروط وكان لها معصب اعطي الذكر مثل حض الانثاني مصروف ريال ريالي ريالي سهل هذا معاكل سهل الشهر تمام يلا في عندك شيء ولا نمشي اللي بعده؟ طي نأخذ مسائل الشيء المفروض تحل المسائل الآن طي تحل مسائل إيش؟ البنت البنت خلاص يمشي اللي بعده الآن طي عندنا الثالث قلنا الزوج ثم البنت ثم بنت الابن بنت الابن قال بنت الابن تأخذ النصف عند عدم المعصب من يعصبها؟ ابن ابن في درجتها شوف اسمها معي لازم تحسب الدرجات كلا اسمها إيش هي؟ بنت ابن شوف وهذا يعصبها إيش اسمه؟ ابن ابن لكن لو جات بنت ابن وابن ابن ابن هذا في درجتها؟ لا إذن ما ليس بمعصب مفهوم؟ طيب عدم المعصب وعدم المماثل من يماثلها؟ بنت ابن أخرى في درجتها بنت ابن وبنت ابن لكن بنت ابن ابن هذه ليست في درجتها تمام؟ تمام يا شيخ أحفظ هذا مني كل أصحاب النصف دون الزوجة أول شرطين عدم المعصب وعدم المواثل خلاص يا أخي؟ سهل ونضيف لهم شرط ثالث عدم من تقدم تمام شو بنت الابن؟ تأخذ النصف البنت تأخذ النصف عدم معصب وعدم المواثل بنت الابن عدم معصب وعدم المواثل عدم بنت بنت أخرى بنت وعدم الابن اللي هو أعلى منها مو هذا اللي تقدم؟ إذن تأخذ بنت الابن النصف عند عدم المعصب وعدم الماثل عدم وجود بنت أخرى فأكثر بنت فأكثر أو ابن فأكثر تمام نكتب الآن مسألة قال بنت ابن تمام؟ وابن هذا اللي قلت لك كلام ابن ابن كم درجة ذا؟ ثلاث درجة بنت الابن في معصب؟ ابن ابن؟ لا هذا ما هو ابن 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 انزل منها درجة فيها بنت ابن اخرى؟ لا في من هو اعلى منها ابن او بنت؟ لا لا اذا تأخذ النصف باقي مسألة من ثلاث واحد شفت الآن بدأت المسائل هي تصعب لكن تسهل ان شاء الله تمام يعني حلو مر تمام جات مسألة فيها بنت ابن وابن ابن هل تأخذ النصف؟ لا ايش نعطيها الان؟ نعطيها للذكر اللي قلنا عليه هناك ايش؟ المصروف ريال ريالين ريال ريالين لكن اخاف يزعر عليك الاولاد ذا حلو تقول ان هذا المهم سر نكمل الآن مسألة من؟ من ثلاثة من ثلاثة انتهينا من بنت الابن ادخل على من؟ بنت الابن ثم بعدها الاخت الشقيقة اخت الشقيقة تأخذ النصف عند عدم المعصب من يعصب الاخت الشقيقة؟ اخ شقيق وعدم المماثل اخت الشقيقة اخرى وعدم من تقدم تقدم الفرع الوارث كل الفرع الوارث عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور الاب والجد اعيد لك مرة ثانية تأخذ الاخت الشقيقة النصف عند عدم المعصب عدم المماثل عدم الفرع الوارث عدم الاصل الوارث من الذكور يعني اب وجد وانعلا تهنى؟ تهنى تمام أكتب لك الآن يقول عندنا مسألة فيها ها عطينا مسألة لا مو من الكتاب طيب أخت شقيقة أخت شين بسم الله حتى يكتب الآن طيب أخت شين وأخ لأب تمام في معصب أخ شقيق هذا أخ لأب ليس بأخ شقيق في أخت شقيقة أخرى في فرع وارث ابن بنت ابن ابن بنت ابن لا في أصل وارث من الذكور أب وجد تأخذ النصف والباقي مسألة من اثنين واحد والباقي واحد أخت شقيقة أخت شين وثلاثة إخوة أشقاء جاء معصب جاء معصب الآن نحسب عدد رؤوس تمام يا معطينا أخت شقيقة نكتب أمامها واحد وثلاثة إخوة ستة المجموع سبعة لو قال لك قائل من فين جبت السبعة هذه ليست عندنا في أصول المسألة إيش تقول نقول في التأصيب على عدد رؤوس على عدد رؤوس يقول ما في فرض لو في فرض ما تخرج عن الأصول المسألة المتفق عليها تمام تمام انتهينا من أخت شقيقة تدخل الآن لمن الأخت لياب أخت لياب شوف الشيخ نحن ترى الآن نمشي بسرعة لكن أنت ترجع إلى مسائل البنت تحلها كاملة ومسائل بنتها الإبن ومسائل أخت الشقيقة ومسائل أخت الأب وما تتعدى أنا أمشي معك الآن من باب إيش اختصار اختصار لكن أنت عندك الآن واجب منزل تحل لمسائل الزوج حلناها أمس نعم درس الماضي أمس ترى يطلق على كل ما سبق ما سبق منع البقاء تقلب الشمس تمام فتقول الآن عندنا مسائل البنت حلها وحدها وبعدين مسائل بنتها الإبن وحدها وبعدين مسائل أخت شقيقة وبعدين مسائل الأخت لياب أخت لياب تأخذ النسمة عدم المعصب عدم ماثل عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر شفت الآن كيف ترتيب العلم كل شيء ينبني على ما سبق تمام يلا مسائل أخت لأب أخت لأب متى تأخذ الأخت لأب النسم لخمسة شروط نعم عدم عدم المعصب أنت ملازم تكون خمسة شروط قل عدم المعصب وعدم المماثل وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر أخت لأب وابن أخ شقيق فيه معصب لا مماثل لا فرع وارث لا أصل وارث من الذكور لا أخ شقيق لا هذا ابن أخ شقيق ليس أخ أخت شقيقة لا إذن نصف وباقي تمام مسألة من أخت لأب وجاءنا أخت هذه لأب ما عليش أشغل أخت لأب وجاءنا ابن توفرت الشروط لا في شرط أختي لا تحن عليها صفر إذا أعطيتها ترى بتعطيها من جابك أخت شقيقة ما عليش أخت شقيقة وأب توفرت الشروط لا بتعطيها من جابك لا صفر ايه قل لا ما أعطيها تمام إذن إذا توفرت الشروط تعطي أي شرط جاء المعصب تعطي الذكر مثل حذ الأنثين اختل أي شرط لا تبالي أعطيها صفر أفضل من أنك تعطيها وبعدين تخسر تمام تمام يلا في عندك أسئلة طيب نأخذ المسألة على أخت لأب شخلا لا مسألة طيب اللي تبغى طيب مبني على ما سبق فأخت لأب وأب لمعتقة ها يقول أخت لأب وأب لمعتقة هذا ما لعليه تأخذ النص تمام بعده طيب قال أخت لأب وعم لأب تمام نص أخت لأب وابن ابن ابن ها إيش رايك تأخذ النص كيف ابن 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 يا رجل فرع والد فرع والد ما تتعرف ركز يا رجل ما تتعرف هذه ترى عليك ذحي هذه تركة راحت عليك واحد صفر رجل نعم أخت لأب وابنت ما في واحد صفر والله لو قسمت التركة برجع عليك ويقول هذا أخذ أموالنا أخت لأب وابنت وابنت ولهذا يا شيخ في تقسيم التركات أي تركة لا تستعجل في تقسيم التركة تقسم التركة اجعل غيرك يراجع اثنين ثلاثة يراجع تأنف المسألة وسيأتي معنا كيف نقسم التركة وهنا عندنا تقسيم التركات في المملكة العربية السعودية حفظه الله فيه نظام لتقسيم التركات ليس أي إنسان يقسم فمو أي واحد إذا انتهى من الدر تطلع من هنا وتقول أعطونا أي تركة انتبه اتق الله يا رجل شوما حذرتك حتى نحن الآن يعني مثلا معتمدين في قسم التركات يعني ينبه علينا أن ما نقسم أي تركة لازم تركة ولازم يجيكسك حصر إرث وكذا وكذا فهمت يا أخي نعم امشي أخت لأب وخمسة إخوة لأب نعم ماذا نعطيها هذه نعطيها لدك المنتي من كم المسألة المسألة من 11 تمام واحد وعشر تمام مصروب تمام ننتقل أصحاب الربع أصحاب الربع أصحاب الربع ما في أسهل منهم غرفة الزوجية غرفة الزوجية وقلنا ما يجتمعان وشروط الزوج عكس شروط الزوج وانتهينا هناك أخذنا في أصحاب النصف متى يأخذ الزوج النصف متى يأخذ الزوج النصف عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث إذا وجد فرع الوارث إش يأخذ الربع الربع والزوج عكسه تأخذ الربع متى عند عدم عند عدم الفرع الوارث فرع الوارث انتهينا من أصحاب الربع أسهل شيء وجد فرع الوارث إش تأخذ الثمان انتهينا الحمد لله مفهوم رصنا الربع الثمان تمام لا نرجع طيب مرة أخرى إذا نصحاب الربع كم؟ اثنين الأول الزوج متى يأخذ الربع؟ عند وجود فرع وارث وجود عدم الفرع الوارث يأخذ النصف والزوجة فأكثر إلى أربعة متى تأخذ الربع عند عدم الفرع الوارث وجد فرع وارث تأخذ الثمن الحمد لله نأخذ تمارين الآن أولا نبدأ بالزوج هذا الزوج وبنت وابن خلاص؟ شوف يا أخي امشي خطوة خطوة لا تستعجل وطبق الشروط حتى لو أنت الآن ما مكنت الشروط يعني الآن هنا وقت التمارين اللي اعطيتك أنا رحت البيت وتحل افتح الشروط مو مشكلة وقرأ منها في الأول بعدين خلاص بدون حفظ المهم لا تستعجل في حل التمارين طيب نيجي لمن؟ أول واحد عندنا من؟ الزوج الزوج أشي يأخذ هنا؟ هل يأخذ النصف؟ لا يأخذ النصف لماذا؟ لأن وجد فرع وارث في بنت وابن ابن ابن تمام إذن ماذا يأخذ الآن؟ يأخذ الربع لماذا؟ لوجود فرع وارث إذن لو سألك سأل وقال لماذا؟ أعطيت الزوجة الربع تقول لوجد فرع وارث تمام البنت البنت لها لا تقول لها النصف لماذا؟ لعدم المواثل معصب وعدم المواثل ما شاء الله أعطيناها النصف والابن ابن باقي تعالي وصولنا مسألة كتابناها في رأس السبورة واثنين وثلاثة واربعة وستة وثمانية وثمانية وثنعش وثنعش واربع عشرين تمام الاثنين فيها ربع؟ لا الثلاثة فيها ربع؟ لا الاربع فيها ربع؟ نعم فيها نصف؟ نعم هي تصلح أقل الشيء ما نأخذ الثمانية ولا اثنعش واربع عشرين إذن مسألة من كم؟ من أربعة ربع الأربعة واحد ونصف الأربعة ثنين والباقي واحد انتهت المسألة تمام؟ تمام أربع زوجات وأخت شقيقة وأخ لأب ركز معي واحدة واحدة الآن بدت المسائل تجيك مسألتين مع بعض بس ما فيش كان امشي خطوة خطوة الزوجة فأكثر تأخذ الربع عند عدم الفرع وارث فيه فرع وارث؟ لا إذا تأخذ الزوجات؟ الربع كلهم اجتمعوا في ربع واحد وتعطيهم أربع أربع تنتهي المسألة يا رجل نعم إذا الربع أخت شقيقة فيه معصب؟ لا مماثل؟ لا فرع وارث؟ لا أصل وارث من الذكور أبا وجد؟ إذا إيش تأخذ؟ تأخذ النص تمام والباقي مسألتنا من؟ أربع واحد اثنين واحد تمام زوج وثلاثة أبناء ماذا يأخذ الزوج هنا؟ يأخذ الربع الربع وزود فرع وارث والباقي للثلاثة أبناء مفهوم يا أخي؟ مفهوم تمام إذا مسألتنا من؟ مسألة من اثنين من اربع ربع يا رجل اثنين ما فيها ربع واحد والباقي من الأبناء ثلاثة لو خلينا الأبناء خمسة أبناء أيضا لهم الباقي هو الثلاثة يقتسموا فيما بينهم تمام؟ تمام زوجة وابن نعم الزوجة لها الثمن الثمن وجود فرع وارث والباقي للإبناء واحد والباقي سبعة سبعة زوجة زوجة وبنت وابن زوجة وبنت وابن شوف معي الآن إيش تأخذ الزوجة؟ الثمن لوجود فرع وارث والبنت والابن لذك المتحضة لنسي يأخذ الباقي صح؟ يقتسموا فيما بين مسألتنا من؟ ثمانية ثمانية الثمن واحد والباقي يكتب سبعة طويلة كذا بينهم وتركها الآن سيأتي معنا كيف نقسمها خلاص يا شيخ؟ تمام إذن لهم إيش؟ السبعة الباقي إذا ينقسم عليهم للذكر مثل الحظة لنسيين قسموا إذا ما ينقسم أتركه ينقسم عليهم أعطيك مثال الآن زوج وبنت وابن وبنت ابن وابن ابن إيش يأخذ الزوج؟ بنت ابن وابن ابن إيه؟ الزوج يأخذ الربع لوجود فرع وارث إذن مسألتنا من؟ أربعة هذول لهم الباقي الربع واحد والباقي ثلاثة تستطيع تقسم عليهم مصروف؟ نعم واحد واثنين انقسم عليهم وهنا ما انقسم عليهم اكتبه كما هو لا تستعجل أفهم الشيخ انتهينا الآن انتهينا من ماذا؟ أصحاب الربع أصحاب الربع وأصحاب الثم الثم طيب عندك أسئلة؟ طيب فيها قالك شيخنا يشتطي إرثي الزوج الربع وجود الفرع وارث لزوجه نعم باب من يأخذ الربع يسمى غرفة الزوجية لا يمكن اجتماعهم نعم ترثي الزوج الربع عند عدم أو عند وجود أحد من الفرع وارث ماذا رأيك أنت؟ ترث الربع عند عدم عدم لا تقول عدم وجود قل عدم فرع وارث أحد نعم والزوج الزوج يأخذ الربع عند وجود الفرع وارث تعاورة خلاص الشيخ هي غرفة زوجية لكن متعاكسين في الشروع تمام طيب مسألة فيها زوج قاتل وابن يرث الزوج النص أقرأ مرة ثانية مسألة فيها زوج قاتل وابن لا مالث شيء سبحان الله أقرأت قاتل مع ابن طيب ترث الزوجة فأكثر إلى إلى كم كم عدد الزوجات أربعة أكثر شيء أربع نعم الربع إذا كانت واحدة وإذا زالت فلكل واحدة ترث الربع لا يا رجل لا ترث الزوجة ثمن إذا كانت واحدة نعم أو لا انتهت مسألة ضاعة المسألة وتدفع تمام أجابك طيب أصحاب الثمن شيخ ناء قال ترث الزوجة ثمن إذا كانت واحدة وإذا تعددنا فهن شركاء في الربع في أش ترث الزوجة ثمن إذا كانت واحدة تمام وإذا تعددنا فهن شركاء في الربع وش طلعهم للربع خطأ شركاء في الثمن خطأ فرض الثمن يسمى غرفة الأرامل تمام صحيح صحيح مسألة فيها ثمن والباقي تكون مسألة من من ثمانية ثمانية نعم مسألة فيها نصف ثمن والباقي من المقدار الثمن هو أربعة أش المقدار الثمن هو مسألة فيها نصف والثمن والباقي المقدار الثمن واحد تمام لأنه مسألة من ثمانية تمام والباقي يكون أربعة واحد ثلاثة تمام مسألة فيها زوجة وإبن بنت ترث الزوجة الثمن الربع الثمن اللي وجوده في الربع ركز ابن بنت ما يريف نصف صفر ني ما يريف هذا هذا حين على لك هذا من جيب مرتين أمكنك في نهاية الحلقة الله تطلع الله مستعان انتبه شيخ يقول ابن بنت ما يريف هذا ما يريف هذا من ذو الأرحام تمام مسألة فيها اش تأخذ الزوجة هنا تأخذ الربع الربع نعم تمام مسألة فيها زوجة وبنت ابن زوجة وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن حتى لو بنت ابن 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 اش تأخذ الزوجة الثمن ثمن وبنت ابن ابن النصف بعده مسألة فيها زوجة مطلقة طلاقا بائنا مطلقة طلاقا بائنا لا تارث وابن ابن خلاص ابن ابن تارث الزوجة لا شيء صفر نعم الله سبق انتقل لأصحاب الثلثين أصحاب الثلثين أبغاك تقول لي من هم أصحاب الثلثين أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف بدون الزوج يجتمعوا أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدى الزوج أصحاب الثلثين هي شروط النصف إلا شرط واحد نغير هناك عدم المماثل نقول وجود وانتهى الحمد لله خص فالبنت تأخذ النصف عند عدم المعصب عدم المماثل البنات يخذون الثلثان عند وجود المماثل وعدم المعصب بنات الابن وجود المماثل وعدم المعصب وعدم الابن وعدم البنت فأكثر الأخوات الشقيقات يأخذنا الثلثين عدم المعصب وجود المماثل عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث من الذكور الأخوات لأب عدم المعصب وجود المماثل عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث من الذكور عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر نفس الشروط غير شرط واحد وانتهى وهذا فائدة نقول لك رتب مفهوم إذن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدى الزوج شروط الثلثين هي شروط النصف إلا شرط واحد تغير هنا عدم المماثل إلى وجود المماثل بسم الله أربع بنات وابن ابن في معصب لا في مماثل نعم إذن يا أخوة البنات عش الثلثين اثنين على ثلاثة وهنا الباقي الباقي مسألتنا من ثلاثة ما شاء الله الثلثين ما تصلح ثلاثة الثلثين 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 والباقي الباقي واحد ستة بنات وسبعة أبناء إيش يأخذوا هنا هنا ما في معصف يأخذوا لذكر مثل حظ الأنثين أمام البنات نحط ستة وأمام الأبناء أربعة عشر المجموع عشرين المجموع من فين جبت العشرين هذا يقول من عدد الرؤوس عدد الرؤوس ما في فروض هنا حتى تكون من الأصول المتفق عليه تمام خمسة بنات خمسة بنات ابن وابن ابن ابن هذا معصب لا يعصب مماثل وجد نعم فيه ابن بنت فأكثر لا أي شيء يأخذنا يأخذنا الثلاثان الثلاثين وهذا الباقي وهذا الباقي تمام من كم المسألة المسألة من ثلاثة من ثلاثة لهن اثنين والباقي واحد تمام شوف معلان زوج زوج وأربع بنات ابن وعم شقيق ركز واحدة واحدة الزوج ايش يأخذ الزوج يأخذ الربع الربع لماذا وجد فرع والد اكتب ربع لا تستعمل العاطفة صدق والله طبق الشروط البنات ايش يأخذنا الثلاثين ليش بنات الابن وجود مماثل وعدم المعصب وعدم الابن وعدم البنت فأكثر نكتب أمامها الثلاثين والباقي هنا تعال للسبورة فوق اللي كتابنا اثنين اثنين تصلح لا ما تصلح ثلاثة تصلح لا ما تصلح الأربعة تصلح لا ما تصلح تمام الستة تصلح الستة تصلح كيف تصلح فيها ربع فيها ربع لا ما تصلح الثمانية تصلح؟ الثمانية تصلح الثمانية فيها ثلثين ما فيها لا ثلث ولا ثلثين اثنى عشر تصلح؟ نعم نجر اكتب اثنى عشر اثنى عشر قسمة أربعة ثلاثة والثلثين الثلث كم؟ الثلث أربع أربع والثلثين ثمانية والباقي واحد ما شاء الله ترى واحدة واحدة تسهل بس انتبه لا تقول شوفنا الاثنين ما تصرح ثلاثة ما تصرح لازم تمشي بالترتيب ولا الاربع عشرين تصرح لكن لازم أقل عدل وإن تكن من أصلها تصحوا فتركوا تطويل الحساب ربحوا تمام اربع زوجات وثمانية بنات ابن ابن ومعتق يلا أربع زوجات ياخذنا الثمن ثمن وجود فرع وارث وثمانية بنات ابن ابن ياخذنا الثلاثين ليش ليوجود المماثل وعدم المؤصب وعدم فرع الوارث وعدم الوارث اثنين على ثلاثة والمعتق الباقي اثنين تصلح لا ما تصلح ثلاثة ما تصلح أربعة ما تصلح ستة ما تصلح ثمانية ما تصلح اثنين عشر تصلح اثنين عشر فيها ثمن في فرع وارث لا ما تصلح ثمن كتابنا عنده الزوجات رجل كيف ربعة ما شاء حتى لو تخطين المفروض الله يهديك انت اربع وعشرين جاه عشان نزد تمام اذا من كم المسألة من اربع وعشرين ما شاء الله تمام اربع وعشرين قسمة ثمانية ثلاثة ثلاثة والثلثين الثلث كم ثمانية والثلثين ستة عشر والباقي خمسة ما شاء الله شفت اخي تمشي المسائل هكذا واحدة واحدة تمام نجي لمسألة فيها ثلاثة اخوات شقيقات واب ثلاثة اخوات تأخذنا الثلثين لا ها صفر لنوجد ايش اصل وارثة المسألة من واحد ستة اخوات شقيقات وبنت ابن وابن ابن ستة اخوات اشي اخذنا صفر ما شاء الله بنت ابن وبن ابن للذكر مثل حظ المسألة من ثلاثة ثلاثة تمام عندنا مسألة فيها سبع اخوات لاب واخ شقيق سبع اخوات اشي اخذنا صفر مسألة من واحد اربع اخوات لاب و وزوجة وابن معتقة يلا شاء اربع اخوات ابن معتقة ايه اربع اخوات لابن ياخذون الثلثين الثلثين والزوجة تأخذ الربع الربع لعدم الفرع الوارث وابن معتقة الباقي اقل عدد يخرج منه الثلثين والربع اثنعش اثنعش ما شاء الله قسمة الثلثين ثمانية ثمانية والربع اربع كيف الربع اربع ثلاثة احدعشر والباقي واحد واحد تمام تمام اذا اخذنا غرفة الزوجية الربع وغرفة العرام الى الثمن واخذنا اصحاب النص الثلثين هم اصحاب النص النص عدد الزوج وشروط الثلثين هي شروط النص الا شرط واحدة اغير الى وجود المماثل ندخل الآن في الثلث ولا اش رائك انتبه في عندك اسئلة على الثلثين طيب على الثلثين شيخ نعم طيب ناخد اسئلة على الثلثين اه اقول اختر او اصحاب الثلثين بالترتيب هم يلا قول انت خمسة اه لا اربع اي نعم البنت بنت الابن يا شخ اتق الله البنات وكم عددهم اثنين فاكثر هذا عند من عند الفرضيين ومن علاقة في المصطلحات الثانية في من يعلماء النحو عندهم الجمعة ثلاثة ما لنا علاقة انت هنا عندنا عند الفرضيين اي ما اترح اول ورواح الثاني مفهوم يا اخي اي نعم فانت مثلا تكون عند عند المحدثين ويقولوا لك السنة تحملها باسطلاح من إذا تقرأ في كتب الحديث تحمل السنة على اصطلاح على ما الحديث تقرأ مثلا عند الفقهاء تحمل على اصطلاح مفهوم ما تحمل اصطلاح على اصطلاح تلخبط طرح انتبه تمام يلا بنات البنات 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 الابن وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الشقيقات والأخوات الاب والأخوات الاب تمام يلا بعده قال الشيخ إذا كانت المسألة فيها ثلثان تكون مسألة من من ثلاثة من ثلاثة قال إذا كانت المسألة فيها ثلثان ونصف تكون مسألة من ثلاثة تكون مسألة من ستة ستة أنت بركز نعم لا تستعجل إشياء إذا كانت المسألة فيها ثلثان ثلثان وثمانية وأش وثمن تمام من تكون مسألة من ثلاثة ما فيها كلام نعم نسأل فيها خمس بنات خمس بنات ابن وابن ابن نعم نعطي البنات بنات الابن للذكر مثل حفظ الانثين تمام بعده مسألة فيها أختان شقيقتان وأخ شقيق تمام تكون مسألة من أختان شقيقتان وأخ شقيق وأخ شقيق للذكر مثل حفظ الانثين أربع أختان شقيقتان وأخ شقيق صح أربع تمام مصروب يا أخي نعم مسألة فيها سبع أخوات شقيقات وأب سبع أخوات شقيقات وأب شقيقات صفر ماشاء الله فرض الثلث فرض الثلث الثلث سنبدأ فقط بالأم الآن خلاص نبدأ بالأم قال تأخذ الأم الثلث تأخذ الأم الثلث متى ها تعرف ما في أب فرع عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة أي جمع من الإخوة ذكور إناث مختلفين أشقاء أو لأب أو لأم أي جمع ينزل الأم من الثلث إلى السلث إذن عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة هذي كم شرط؟ شرطين الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين هذه ما أدري عندكم يقولوا كذا يعني تحفظها صم شكلها كذا احفظوا بس إيش هي الغراوين والعمريتين يقول الأبوين مع أحد الزوجين هذه كم مسألة؟ مسألتين الأبوين أب وأم زوج وأب وأم زوجة وأب وأم هذه مسألتين هذه تصمها صم تحفظها ليش؟ احفظ الآن وبعدا نشرح لك مرة ثانية الأم تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة أي جمع أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين ذكور أو إناثة ومختلفين مفهوم؟ تمام وإلا تكون المسألة إحدى العمريتين العمريتين تحفظها كما هي وتكتبها كما هي خلاص؟ أكتب لك هي الآن وهي إيش قلنا؟ زوجة هنا أنا بنكتب زوج وهنا بنكتب زوجة شوف مسألتين هي مع إيش؟ مع الأبوين أم وأب أم وأب إذن سارت الغراوين الأبوين مع أحد الزوجين هنا المسألة من ستة الزوجة النصف ثلاثة والأم ثلث الباقي والأب الباقي وهنا المسألة من أربعة واحد واحد اثنين إحفظها بس ملازم تفهمها باقي تفهمها وما ضروري حتى تفهمها بعدي تحلها كذا وبقية المسألة يعطي لأم إيش؟ الثلثة والسد أما الغراوين تحل كذا هنا أخذت سترة هنا في الأول مفهوم؟ لماذا؟ قال لأنه الآن لو أعطينا الأم هنا الثلث أخذت أكثر من الأب وما يمكن يكون للأنثة أكثر من الذكر خلاص؟ إلا في بعض المسألة تركها الآن ما نخذ فيها هذه المسألة تسمى عند الفرضيين بماذا؟ بالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه بهذا القضاء فيهما والغراوين لاشتهارها عند الفرضيين كالكوكب الأغر واضحة واضحة يعني ما فيها كلام ولا انتبه أي مسألة مشرد تنظر فيها كذا زوج وأم وأب زوج وأم وأب هذه من ستة وهذه من أربع وانتهينا خلاص؟ نأخذ مسائل الآن على الأم زوج شوف انتبه معي أم وجد زوجة أم جد هل هذه غراوين؟ لا لا الزوج ياخذ؟ ياخذ النصف النصف والأم تاخذ ثلاث لماذا؟ عدم الفرع وعدم الجمع وليست عمرية وليست عمرية ثلاث وباقي المسألة من؟ المسألة من أربع من ثلاثة ثلاثة فيها نصف؟ لا المسألة من ستة من ستة النصف ثلاثة والثلث اثنين باقي واحد زوجة هناش تاخذ؟ تاخذ الربع الربع لعدم فرع الوالد والأم الثلث والجد الباقي من كم المسألة؟ المسألة من أثنى عشر ما شاء الله اثنى عشر الربع ثلاثة والثلث أربع والباقي خمسة خمسة أم وأخ شقيق يلا في جمع من الأخوة؟ لا واحد ما هو جمع؟ تاخذ الثلث واخ شقيق الباقي الثلث إذا مسألةنا من كم؟ من ثلاثة ثلاثة واحد والباقي اثنين اثنين زوج وأم وعمشين شقيق يعني الزوج النصف النصف الأم الثلث الثلث والعم الشقيق الباقي المسألة من ستة ثلاثة اثنين واحد مفهوم يا أخي؟ مفهوم الشيخ طيب إذن نراجع مرة أخرى أصحاب الثلث أخذنا منهم الأم فقط تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث الفرع الوارث وعدم أي جمع من الإخوة لكن لو عندنا مثلا ثلاثة إخوة أشقاء لكن أرقاء وجودهم كعدم كعدمهم ما يأثر الشيء على الأم مفهوم؟ لكن ممكن ما يرثوا لكن يضروا بالأم سيأتي معنا إذن الشرطة لو أول عدم عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة أي جمع من الإخوة تمام وأن لا تكون المسألة أحد العمريتين أو الغراوين وهي؟ زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب باختصار الزوج لبواين ما أحد الزوجين ما أحد الزوجين في الأولى تكون المسألة من ستة من ستة وفي الثانية من أربع هذه احفظها مثل اسمها عندكم في الرياضيات في بعض المسائل يعني خلص تحفظها كذا كأنها صورة صح؟ أنت اعتبرها هذه الصورة أحفظها كذا مفهوم؟ أبشي قالوا هنا في مسألة المسألة الغراوين والعمريتين قالوا أن هذه المسألة أخذت الأم هنا ثلث الباقي أخذت الأم إيش؟ ثلث الباقي ثلث الباقي ثلث إيش؟ الباقي شوف اسمع معي الزوج أخذ النصف ثلاثة كم بقي من الستة؟ ثلاثة مسألة من ستة صح؟ نعم الزوج أخذ ثلاثة كم بقي من الستة؟ ثلاثة ثلاثة ثلثة الثلاثة واحد هي ما أخذت الثلث أخذت الثلث الباقي ليش قالوا تأدبا مع القرآن قلنا أعطيناها ثلث الباقي وهنا أخذت الزوجة واحد من أربعة الربع الربع بقي معنا كم ثلاثة أعطينا الأم واحد هو ثلث الباقي مفهوم يا أخي سيأتي إن شاء الله لا تستعجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال الربان الذي يربي الناس على صغار العلم قبلك يعني حبة حبة ستأتي الأمور بإذن الله تعالى المهم التمارين تحلها كاملة أنت والأخوة نعم لأن التمارين كثرة تشوف الكثرة التمارين الآن بدأت تقول من 12 من 24 أسأل الله أن يوفق الجميع المحباب أزاك الله خير أزاكم الله خير شيخ الله يبارك فيك أزاكم الله خير أيها الأخوة